أكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي على العلاقات التاريخية التي تربط مصر والإمارات على كافة الأصعد والمستويات وخلال استقباله رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي سكر غوباش استعرض المستشار جبالي التفرة النوعية التي تشهدها مصر في مجال البنية التحتية خاصة في مجال الطرق وهو ما يجعل بيئة الاستثمار في مصر بيئة وعدة كما أكد رئيس على تطابق المواقف المصرية الإماراتية إزاء القضايا الإقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية خاصة فيما يتعلق بالرفض القاطع للتهجير القصري للفلسطينيين والحيلولة دون تصفية القضية الفلسطينية ومن جانبه شدد غوباش على أن العلاقات الإماراتية المصرية ضاربة في جذور التاريخ مشيدا بالمواقف المصري الصلب في وجه مخططات التهجير القصري للفلسطينيين ومنددا بالمعايير المزدوجة للمجتمع الدولي في تعامله مع تلك الأزمة